موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مميز جدا وحاجة الجميع يعني بيحلم بيها أو حاجة الجميع بيتمنى الحصول عليها وشهادة لغة إنجليزية تكون معتمدة بشكل دولي تكون معتمدة في المنح تمام وتكون بشكل مجاني تمام كده والشهادة دي هتكون متاحة للجميع سواء أنت طالب عايز تقدم في منحة في عمل في أي شيء تقدر تستقدم هذه الشهادة وتضيفها لمؤهلتك خلينا نتعرف على التفاصيل أكتر موضوعنا اليوم على احصل على شهادة لغة إنجليزية معترف بيها عالميا مجانا طبعا كلنا عارفين إن فيه شهادات معتمدة دوليا وفيه منح كتيرة جدا بتطلبها وفيه منح بتطلب شهادات لغة إنجليزية سواء يعني بشكل عام ولكن المشكلة اللي فيه ناس كتيرة جدا معها شهادة لغة يعني فيه ناس بتكون بتعرف اللغة كويس بس مش معها شهادة لغة طيب احنا نهاردة هنحل المشكلة دي وانعرفك ازاي تحصل على شهادة لغة إنجليزية مجانا بامتحان آآ ويعني تعمله من بيتك وتحصل على الشهادة مجانا بدون أي تكاليف خالص تمام كده وشهادة معتمدة تقدر تستخدمها في جميع المنح خلينا نتكلم عن المؤسسة اللي بتعرض هذا آآ أو هذه الشهادة مؤسسة اسمها انجليش فيرست ودي طبعا مؤسسة عالمية عالمية مؤسسة معروفة حول العالم وليها فروع ومراكز في كل الدول في معظم دول العالم ليها فروع ومراكز زي بالضبط البريتش كانسل اللي بيقدم آآ الآيلتز وزي المؤسسات الدولية برضو انجليش فيرست مؤسسة دولية وخلينا نعرف نبزة عنه هو واحد من اكبر المؤسسات التعليمية في تعليم اللغة الانجليزية على مستوى العالم وبيمتلك اكتر من خمسين سنة خبرة في هذا المجال تمام كده وطبعا آآ نظرا لتزاد الطلاب في كل مكان لقياس مستوى مهاراتهم في اللغة الانجليزية فالمؤسسة دي اللي هي انجليش فيرست عملت امتحان او عملت آآ يعني شهادة تصميم اختبار اسمه انجليش فيرست ست تمام ده اسم الاختبار اللي بتعمل وحضرتك بعد لما بتعمل الاختبار ده انت بتحصل على شهادة مجانية في اقل من ساعة بتظهر لك نتيجة الاختبار وبتحصل على شهادة مجانية تقدر تستخدمها في التقديم للفرص والمنح والشهادة دي بتكون بنفس معايير يعني معايير المعتمدة اللي هم الشهادات الدولية ده نفس المعايير ونفس كل الاشياء تحديدا يعني كأنك بالزبط بتعمل امتحان من امتحانات الدولية من غير رسوم ومن بيتك وبتحصل على الشهادة في اقل من ساعة تمام طيب ايه هي المهارات اللي بيقصها هذا الامتحان اللي هو انجليش فرس ست الامتحان ده بيقيس جميع المهارات مهارات القراءة والاستماع والكتابة والتحدث يعني انت حضرتك هتعمل امتحان وهيقيس فيه الاربع مهارات زي الطيفل والقاليتس بالزبط يعني مش هادة اي كلام لا دي شهادة معتمدة وامتحان معتمد تمام طيب ايه هي المميزات التي يتمتع بها هذا الاختبار الاختبار ده مميزات وايه اولا الاختبار ده مجانا تماما. يعني انت الامتحان اللي انت هتعمله هيكون مجانا مش هيكون باي رسوم خالص. الحاجة التانية الحصول على شهادة مجانية عند الانتهاء بنجاح من الاختبار. بعد لما حضراتك تخلص الامتحان في اقل من ساعة هتوصلك الشهادة اه في شكل ملف تمام? تقدر تستخدمها اه وحتوصلك بشكل مجانا. كمان الاختبار المجاني او الشهادة المجانية اللي انت هتحصل عليها هتحصل عليها في ملف وتقدر تضفها لسرتك ازاتية او على طبعا كلنا عارفين ده هو اه موقع خاص للتوظيف لو انت مثلا بتبحس عن وظيفة كمان بتدفع الموقع ده بيسهلك حاجات كتيرة جدا تمام? فالشهادة دي مميزة جدا جدا. وكمان هنا الحصول على اه 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 الامتحان ده بيتم على اعتماد معايير السي اي اف ار تمام? دي معايير عالمية للغة الانجليزية. فالامتحان ده معتمد على هذه المعايير وبمعايير دقيقة جدا تمام? ففي القراءة والاستماع وجميع السيكشنز الخاصة بالامتحانات زي مثلا. يبقى هو ده كمان معتمد بشكل دولي من اه سي اي اف ار تمام? كمان اه بتستطيع مقارنة نتائج الاختبار مع اختبارات اللغة الانجليزية الاخرى. يعني ايه? يعني احنا مسلا عارفين ان الايلت سو الطيفل تمام? واي شهادات دولية اخرى بيكون لها تدريج. بيكون مسلا اه المستويات اي وان اي تو بي وان بي تو هكذا. الامتحان ده برضو ليه تدريج. وبيقيس مستويك. ولو عايز تعرف التدريج انا هتطلقوا لينك التدريج من هنا. هتضغط على كلمة من هنا دي. هيفتح معاك اللينك الخاص بمستويات الامتحان بيكون ازاي? تمام? هو ده المؤسسة تمام? اه بيقول لك هنا ده الامتحان اللي فيها اه القراءة والاستماع والتحدث اه وما الى ذلك. وهنا دي المستويات تمام? او بتاعة هذا الامتحان. يعني على سبيل المثال انت عندك مسلا من الدرجة اه مسلا البداية النجاح في من اربعة لخمسة. فهنا من اربعة لخمسة بيقول لك في امتحان اللي هو انجليش بيبدأ من واحد واربعين لخمسين. يعني انت من واحد واربعين لخمسين في انجليش الامتحان ده انت بتعادل كده من اربعة لخمسة وبتعادل من اتنين واربعين لواحد وسبعين. من واحد وخمسين لستين اللي هو المستوى تمام? انت كده بتعادل في خمسة ونص لستة ونص. وفي الامتحان ده بيتعامل بنفس معايير الامتحانات الدولية اللي هي الايلتس الطيفل وبيقيس نفس المهارات وهنا عندنا اخر مستوى من واحد وسبعين لمية تمام اللي هو اللي هو المستوى البروفيشنال بقى وده في الايلتس بيكون من تمانية ونص لتسعة يبقى مدرج الامتحان ده بنفس تدريج او معايير الايلتس الطيفل تحديدا تمام كده طيب ادي كده اتعرفنا على المعايير خلينا دلوقتي كمان من ضمن المميزات زى ما احنا قلنا ان الشهادة اللي بتطلع لك تقدر تستخدمها في التقديم للمنح والفرص وانا كمان باكد عليها لان في ناس كتيرة بتسألني طيب ممكن احصل على شهادة ازاي مجانية ممكن ازاي اجيب شهادة لغة قدر اقدم بها في المنح لا الفيديو ده ليك الفيديو ده ازاي تحصل على شهادة لغة انجليزية تستطيع التقديم بها في المنح والفرص طيب خطوات تقديم الاختبار عشان تقدم للاختبار ده فيه لينك هنشوفه بعد شوية بتخش على الاختبار والاختبار ده بشكل مجاني زي ما قلنا ومدته خمسين ديئة انت بتحضر الامتحان ده لمدة ساعة تمام يعني حولي ساعة خمسين ديئة تمام وبعد ما بتعمل الامتحان وبتستلم شهادتك على الانترنت فورا بعد اكمال الخمسين ديئة في اقل من ساعة بتوصلك على الايميل بتاعك لشهادة بتاعتك وفيها مستوك وفيها دراقتك وكل التفاصيل تمام كده طيب خلينا قبل ما اخش اوريكم اه الامتحان ازاي تمام وازاي يعني تدخل للاختبار وازاي اه يعني تبدأ في الحل وكده في حاجة كمان عاملنها انجليش فيرست حاجة مميزة جدا حاجة اسمها تمام ده ده اختبار لغة انجليزية سريعة يعني بمعنى ايه بمعنى مسلا انت دلوقتي خمسين ديئة اللي انت هتحضرها في الامتحان الاصلي انت لسه مش مؤهل لها قوي بس انت عايز لسه تمهيد لنفسك يعني عايز تاخد وقت انك مسلا ايه تحضر اختبار مع انجليش فيرست شوية في الاول وتشوف الامتحان بيمشي ازاي تاخد خبرة تتضرب اكتر فهم بيعملوا حاجة اسمها تمام ده اختبار مدته خمستاشر ديئة تمام الاختبار ده برضو مش بيتطلب اي رسوم وبيكون على مهارات القراءة والاستماع والتحدث وما الى ذلك بيشمل جميع الاربع بتاعت الاختبارات الدولية وكمان اه بدقة فالاختبار ده انت بتخش لمدة خمستاشر ديئة بتتضرب كده بشكل سريع تمام كده وبتشوف انت جيبت كام وساعتها مسلا لما انت تتضرب اكتر من مرة وتجتاز هذا الامتحان السريع اكتر من مرة ساعتها انت ممكن تخش على الامتحان الاكبر وتجتازه عشان تحصل على الشهادة حلو كده كمان انت درجتك دي ممكن تقدر تشاركها على شبكات التواصل الاجتماعي ومع اصدقائك لو انت حابب انك تعطيهم النتيجة بتاعتك وكده ممكن تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي الدرجة بتاعتك دي وكمان بيقول لك يمكنك اجراء الاختبار عدة مرات على الكمبيوتر المحمول او الجهاز اللوحي او الهاتف يعني انت ممكن الاختبار ده اللي هو الكويكت شيك ممكن تعمله كزا مرة لو انت مسلا اخطاقت ممكن تأيد مرة واثنين وتلاتة وعشر ومية بحيس انك خلاص يعني تكون اخدت خبرة وآآ يعني تعودت على الامتحان لحد بلا ما تخش الامتحان الاكبر اللي هم مدته خمسين ديئة وبعد كده تحصل على الشهادة انهائيا تمام كده فده بالنسبة للشهادة دي شهادة مميزة جدا 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 طيب خلينا دلوقتي نروح لكيفية التسجيل او كيفية التقديم في هذا الاختبار هتيجي تضغط على كلمة من هنا دي عشان يفتح معك الموقع الرسمي تمام والموقع الرسمي على فكرة مدعوم باللغة العربية في كل يعتبر في معظم دول العالم دول عربية اوروبية اكتر من خمسين سنة في تدريس اللغات تمام فهنا بيقول لك ده الاختبار السريع اللي احنا كنا بتتكلم عليه لو انت عايز تعمل الاختبار كزا مرة كده ويعني تاخد خبرة في الموضوع الاول آآ وهنا بقى في الاخر للامتحان النهائي اللي هون مدته خمسين ديئة وبيقول لك احصل على شهادتك الان هتروح ضغط حضرتك على الجوزية دي اللي هي احصل على شهادتك الان تمام وهنا بيقول لك الامتحان مدته خمسين ديئة والاشياء بتاعته اللي انت محتاجها تيجي تضغط على ابدأ الاختبار تمام تاني هتلاقي حاجة تظهر لك هنا اسمها ابدأ الاختبار هتروح حضرتك ضغط عليها وتضغط على كلمة ابدأ الاختبار عشان تخش للامتحان تمام هيفتح معاك هنا حاجة اسمها اكاونت انت كمستخدم جديد لسه ما عندكش على موقع المنحة تمام اه على موقع اسف على موقع آآ اللغة آآ موقع الاختبار فانت هتروح تعمل ايه? هتروح للاول تسجل اكاونت تضغط على كلمة آآ طبعا آآ يعني تسجيل sign up هنا with email وتكتب بياناتك وتسجل اكاونت جديد وتعمل sign up طيب انت سجلت الاكاونت وكل حاجة تمام تروح ضغط بعدها على sign in دي عشان تخش بقى بالاكاونت بتاعك تكتب الايميل بتاعك تمام وتكتب الباسورد انا عملت ايميل وعملت باسورد وهروح كاتب بياناتي وبعدين اضغط على كلمة sign in تمام كده هيفتح معي الموقع خلاص فتح معي الموقع وهي تسجل اسمي فوق فهروح ضغط على كلمة ابدأ الاختبار من اول تاني لان انا كنت في الاول بعمل كريت اكاون هبدأ الاختبار تمام هيفتح معي بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي تمام ده استعداد للاختبار تمام هنا بيقول لك اول حاجة يعني بالنسبة لقسم زي واللسنينج زي والتوتل بتاع المدة تمام وبعد كده انت بتخش بقى الاول اللي هو سيكشن الليسنينج تمام ده الاستماع بتكمله بيبقى متحدد لك هنا اهو بيمر خلي بالك ان ده بيبقى متحدد بخمسة وعشرين دقيقة تمام فلازم انك بقى تجاوب على تسمع وتجاوب على الاسئلة يعني اختبار كأنك بالزبط بتعمل الايلتس او التويفل تمام كده والمدة خلاص لو راحت ما بتقدرش انك ترجحها مرة تانية فلازم تخلي بالك من وقت الاختبار وتركز فيه كويس جدا طبعا انا مش هادر اخش لكل مراحل الاختبار لان ده بيتطلب اللي انا احضر الاختبار كاملا لو لو هحتاج لنا اخش لكل سيكشن وارهولكو ازاي فده صعب فانا انا شرحت لكم الطريقة ازاي تقدر تخش وتبدأ الاختبار فده خلاص انا كده قريدي دخلت جوه الاختبار ودخلت ازاي ببدأ في الاختبار فدي مراحله وفيها يعني كأنك قاعد بالزبط في امتحان فيها حاجات مميزة جدا انك الشهادة مجانية بتقدر تقدم بيها على الفرص والمينح تضفها للسي في تضفها لمؤهلاتك يعني حاجة ممتازة جدا فانا بنصح الناس بيه المؤسسة دي انجليش فيرس لانها اكتر من خمسين سنة خبرة في هذا المجال وموجودة لها فروح في كل دول العالم ويعني مؤسسة ممتازة جدا 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 فاتمنى يكون الفيديو ده فاتكم وان شاء الله بازدال لكم بالتوفيق ولبول لكم اه وطبعا تقدروا تستخدموا الشهادة دي في المنح وتكون يعني حاجة سهلة بالنسبة لكم ان شاء الله بازن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته